السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مدارس الوطن العربي أهلا بكم طلابي الأعزاء من الصف السادس الأساسي في مادة اللغة العربية معكم ميسر زان الميناوي سننتقل بكم طلابي إلى ما تبقى من وحدة التعليم مسؤوليتنا جميعا للانتقال إلى الكتابة وعنوانها ألف التهنية بعد الهمزة المتطرفة لتاجات الحصة هي أولا تذكر المثنة ثانيا تذكر الهمزة المتطرفة ثالثا التفريق بين ألف الاثنين وألف التهنية رابعا إضافة ألف التهنية إلى الهمزة المتطرفة خامسا وأخيرا الإجابة على أسئلة الكتاب إجابة صحيحة أولا سنتذكر معا المثنة وكما تعلمون أعزائي الطلبة أن المثنة هو صيغة للدلالة على الاثنين أو الاثنتين ويكون بزيادة ألف ونون في حالة الرفع ويأو نون في حالتين نصب والجر في حالة الرفع مثل جاء الطالبان إعراب الطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنة في حالة النصب مثل أكل الطالب التفاحتين إعراب التفاحتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه لياء لأنه مثنة أما في حالة الجر مثل كتب الطالب بالقلمين بالقلمين إعرابها الباء حرف جر القلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى نون المثنى دائما مكسورة وما قبل الألف أو الياء مفتوح وموضوعنا فقط في حالة رفع المثنى بالألف والنون أو ما يسمى بألف التثنية وهنا قد أنهينا أول نتاج من نتاجات الحصة وهو المثنى تعال معي عزيز الطالب لنستذكر معا قاعدة الهمزة المتطرفة الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تأتي في آخر الإسم أشكال الهمزة المتطرفة إما أن تكتب على ألف أو على واو أو على ياء غير منقوطة أو على السطر سنتعرف عليها لاحقا تكتب على ألف إذا سبقت بفتحة مثل بدأ تكتب على واو إذا سبقت بضمة مثل بؤبؤ تكتب على ياء غير منقوطة إذا سبقت بكسرة مثل قارئ وتكتب منفردة على السطر في حالتين أولها إذا كان قبلها حرف ساكن مثل بدء دفء بطء ثانيا إذا كان قبلها حرف مد وحروف المد هي الألف والواو والياء الألف مثل سماء والواو مثل وضوء والياء مثل جريء وهنا قد أنهينا ثاني نتاج من نتاجات الحصة ألا وهو الهمزة المتطرفة تعال معي عزيزي الطالب للتفريق بين ألف الاثنين وألف التثنية ما الفرق بين ألف الاثنين وألف التثنية ألف الاثنين مختصة بالأفعال عند إضافة ألف الاثنين إلى الفعل ذهبا في الزمن الماضي تصبح ذهبا في المضارع يذهبان في الأمر اذهبا أما بالنسبة إلى ألف التثنية فهي مختصة بالأسماء وتكون علامة رفع في تثنية الأسماء كما أوضحت لكم هذا المثال في البداية جاء الطالبان الطالبان هو اسم وموقعه مرفوع لماذا؟ لأنه جاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى لذلك جاءت هنا ألف التثنية لأنها تختص فقط بالأسماء ومن هنا تعرفنا الفرق بين ألف الاثنين وألف التثنية تعالوا الآن أعزائي الطلبة لنطبق على قاعدة درسنا ألا وهي ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة وينقسم الدرس هنا إلى قسمين القسم الأول إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة المتطرفة يمكن وصله بما بعده كتبة الهمزة على نبرة مثل بريئان مفردها بريء وما قبل الهمزة الياء والياء تتصل مع ألف التثنية لذلك كتبة الهمزة على نبرة القسم الثاني هو إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة المتطرفة لا يمكن وصله بما بعده كتبة الهمزة منفردة على السطر مثل لواءان مفردها لواء وما قبل الهمزة الألف والألف لا تتصل مع ألف التثنية لذلك كتبة الهمزة على السطر الحروف التي لا تتصل مع ألف التثنية وتسمى حروف الفصل وهي الدال الذال الراء الزاي الواو الألف أما باقي الحروف تسمى حروف الوصل وهي تتصل مع ألف التثنية لنأخذ الآن عزيزي الطالب عدة أمثلة حتى يتضح لك الأمر كلمة ضوء عند اتصالها مع ألف التثنية تصبح ضوءان انتبه عزيزي الطالب إلى ما قبل الهمزة إنه حرف الواو والواو تعتبر من حروف الفصل أي لا تتصل مع ألف التثنية المثال الثاني بريء تصبح بريئان انتبه إلى ما قبل الهمزة إنه حرف الياء والياء تعتبر من حروف الوصل أي تتصل مع ألف التثنية إذا دخلت ألف التثنية على كلمة منتهية بهمزة متطرفة والهمزة مرسومة على ألف نقوم بتحويلها إلى همزة مد وهمزة المد هي عبارة عن همزة قطع زائد همزة وصل ولا داعي لنا أعزائي الطلبة النظر إلى الحرف الذي ما قبل الهمزة في هذه الحالة مبدأ انتهت بهمزة متطرفة والهمزة مرسومة على ألف عند اتصال ألف التثنية معها تصبح مبدآن وأيضا ملجأ انتهت بهمزة متطرفة والهمزة مرسومة على ألف وعند اتصال ألف التثنية معها تصبح ملجآن وهنا أعزائي الطلبة قد أنهينا شرح قاعدة الكتابة ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة تعال ما يا عزيز الطالب لنجيب على أسئلة الكتاب إجابة صحيحة في صفحة 72 و73 التدريبات في صفحة 72 السؤال الأول ثم ما تحته خط في الجمل الآتية ألف المرء مخبوء تحت طي لسانه المرء جاءت مبتدأ مرفوع مخبوء خبر مرفوع وكما تعلمون أعزائي الطلبة أن الإسم المرفوع عند تثنيته نضيف الألف والنون أو ما يسمى بألف التثنية المرء ومخبوء ما قبل الهمزة فيهما حرف فصل وهو الواو وهذا يعني أن ألف التثنية لا تتصل بالهمزة لتصبح المرآن مخبوءا با الشاطئ نظيف الشاطئ انتهى بهمزة متطرفة نظيف لم ينتهي بهمزة متطرفة فلا إشكالية عليه الشاطئ ما قبل الهمزة حرف وصل وهو الطاء وهذا يعني أن ألف التثنية تتصل بالهمزة لتصبح الشاطئان نظيفا السؤال الثاني أكمل الفراغ بتثنية ما تحته خط ألف هذا مذيع جريء لتصبح هذان مذيعان جريئان انظر عزيز الطالب إلى جريئان أن الهمزة اتصرت بألف التثنية لأنما قبل الهمزة حرف وصل وهو الياء با هذا القطار بطيء لتصبح هذان القطاران بطيئان وبطيئان مثل جريئان جيم أنت قارئ سريع لتصبح هما قارئان سريعان وقارئان مثل بطيئان وجريئان دال في البيت ضوء قوي لتصبح في البيت ضوءان قويان انظر عزيز الطالب إلى ضوءان أن الهمزة لم تتصل بألف التثنية لأنما قبل الهمزة حرف فصل وهو الواو السؤال الثالث والأخير في صفحة 73 اختر الكلمة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي ألف الوعاءان مملوءان عسلة مملوءان مفردها مملوء وما قبل الهمزة حرف فصل وهو الواو لذلك ألف التثنية لم تتصل بالهمزة با المصباحان مضيئان مضيئان مفردها مضيء وما قبل الهمزة حرف وصل وهو الياء لذلك ألف التثنية اتصلت بالهمزة وهنا قد أنهينا أعزائي الطلبة الإجابة على أسئلة الكتاب في صفحة 72 و73 شكرا لكم على حسن استماعكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر